برعب حالكم مرة تانية لست مكملين حلقتنا معضي في إلم نواني النهاردة كابتن خالد الفيومي نجم الاتحاد السكندري لي الكرة الطيرة كابتن خالد يعني خلينا نروح للكرة الطيرة ليه اخترت الكرة الطيرة؟ شفتها في التلفزيون وانا عندي ثمان سنين أو ثمان سنين دفتت نظري لاني لعبتها في أجواء محدش كان يعرف عني كرة طيرة يعني في البيت عندي فيش غير أخوية كان عندي خلفية عنها وهو اللي شجعني لكن أنا شفتها أجابتني شدتني بيت حاجة غريبة كده أنا عايزة العبدي مع أن الولاد يمكن في السن الصغير ده يقولك كرة قدم دا أنا كرة طيرة من صغري ولفتت نظري وفعلا أول لعبة شدتك أول لعبة شدتني بدأتها وانت عندك كم سنة؟ ثمان سنين ثمان سنين؟ بدأتها في نادي إيه؟ نادي العبدة منهور العبدة منهور نا من أول مدرب مرناك؟ كابتن مصطفى ضيف دا لسه مزال موجود في نادي العبدة منهور ما شاء الله بتتواصل معا؟ ايه؟ بتتواصل معا؟ طبعا بيكلمني على طول وعلى تواصل معايا وهو المدربين اللي هو طلع أجيال في ده منهور غيري يعني طلع الناس كتير أوه في ده منهور فهو من المدربين فعلا اللي شغلها للكرة الطيرة فقط لغير صحة فضل عليك طبعا طبعا ما قدرش أنساء ما قدرش دائما أعتز بيه دائما أذكرها على طول يعني كابتن مصطفى ضيف من الناس اللي غالي عندي جدا في حياتي كان بياخدني عنده البيت وريني فيديوهات كرة طيرة عنده في البيت وانت في السن الصغير دا؟ وانا في السن يعني بعد ما كبرت شوي يعني 12 سنة 12 سنة 12 سنة صغير بارت كان بيعلمني المهارة فكان يقولي تتلعب ازاي؟ بص دايما بيعملها ازاي؟ كان دايما عنده حتة في التعليم بتاعه إن دايما تبص للعيب اللي هو بلعب كويس يعني يديك المهارة تحفظها تبص بقى للنموذج بيعملها ازاي؟ وتقلده هو كان تعليمه كان كده فكان ياخدنا عنده البيت كان شرايط فيديو آه شرايط الفيديو دي سنة وبعدين دي حاجة ما شاء الله يعني هو ده بدري قوي يعني فيه يعني وفولي مش كرة قدم يعني يمكن الشرايط أو الاسدهات أو الفيديوهات دي برضه حاجة مش قديمة أن الناس بتبتدي تجيب فيديوهات وتعطي تتفرج عليها أوه كان بيجيب الفيديوهات دي تيوريها دائما للآيب حتى بعد كما كبرنا والمطشاط المباراة لأ كان دايما يعمل لنا دي في زي دوقتي فيه بقى داتا فولي طبعا فيه تطور حديث كان زمان هو تحيل دلوقتي للحركة نفسها وتقطيع ويجيب الحركة والتكنيك بزاي لكن دلوقتي هو كان بيتفنن على قد إمكانيات الموجودة حاليا لكن هو من الناس مدربين فعلا كبار بعد كده انتقلت لإيه؟ نادي سموحة تم شرائي اشتروني دفع فيها فلوس في نادي العدمة هو نفس السنة اللي جده جده رحل اتحاد كان مده منهور أنا وجده اتبعنا صفقة واحدة جده رحل اتحاد أنا رح تسموحة وانت رح تسموحة نفس الموسم ونفس اليوم اللي سموحة خلصت فيه جده الاتحاد خلص فيه انت كنت ماضي في نادي واحد ولا في ناديين في وقتها؟ ده نادي سموحة نادي سموحة تبتولي في نفس السيزن اللي جده جده رحل اتحاد أنا رح تسموحها ايوة اللي هو لكن أنا رح تلاتحاد من سنتين اوه أنا عدت سبع 18 سنة في سموحة 18 سنة متواصل ايوة اللي كابتحصل مع جده دي ما قصرتش اي حاجة ليه علاقة بيك ولا خالص اللي هي ساعة التفاوض لأ اصلا كان نادي انا لما كنت في ده منهور كان نادي سموحة نادي الطيران نادي الزمالك كانوا داخلين في نفس ال نفس الديل نفس الديل بس سموحة طبعا اللي دفع اكتر أنا كنت ساعتها طب انت كانت رغبتك وقتها ايه أنا كانت رغبت سموحة اه كانت فرقة جايبة محترفين كانت فرقة كويسة أنا كنت رحت عندي 18 سنة ام بقيت سموح عندي 18 سنة لعبت سنتين ناشئين يعني انت بصيت بصيت الدرجة الاولى بصيت للفريق اللي هتقدر تعمل معه حاجة اللي حادة نلعب فيه وشارك فيه وحادة نعمل مع حاجة يعني وقتها محسيتش ان ده متوافر في نادي الزمالك ده هو متوافر في نادي الزمالك بس يمكن فرصي كانت حتوبة قليلة فرص مش قوية موجود في مركزي ناس اه مو ده مهم ما هو انت لازم تبص الصفقة بايجابيات وسلبيات كان موجود ساعاتها كانت ناشئة فبالحسن في الدرجة الاولى لعب كبير فامتنا هلعب مكانه هفضل قاعد طبعا هو مشاو الله عليه فيه لعبة كتير قاعدت ما كان لعبتش وانتقلت ناديات تانية معرفوش ياخدوا فرصتك بسبب وجود لعب جامد في المركز زي زي كانت ناشئة فبالحسن فانا بصيت لديك رغب ان ممكن حد يقول لأ نادي الجماهيري وروح بقى ونادي الزمالك اه طبعا انا كنت فعلا حابب اروح سموها في التأويد ده بس فكرة ان انا روح وملعبش يبقى كاني مروحتش صح لان انا شفت حصلت مع لعيبة راحت منهور للجيش ملعبتش وملعبتش كانوا قبلية ممكن هم اكبر مني فانا كنت جاي فانا لا قررت الفرق لا ممكن قادر اكون متواجد في الملعب واخد خبرات ملعب والتالي حروح منطقة بمصر لما هتلعب في الفرق مين اكتر مدرب اثر في مسيرتك الرياضية كابتن جامر عبدالعاطي ليه بحكة كده الله يرحم اكتر مدرب حط زي ما بتقوله النقطة على الحروف هو اللي شجعني انا شخصيا على الاهل والزمالك هو اللي قواني ان انا قدام الاهل والزمالك فيش رهبة ان انا مش خايف من الاهل والزمالك كان بيعرف يعمل شحن معناوي كويس اللي هو بلعب قدام الاهل والزمالك عادي زي زي اي فريق عادي العب هو وصل لنا دي دقيت ان هو كان قابل المطش لو لعبته المطش كويس مش شرط النتيجة للفرقة كلها وقديته كتيم ولعبته كويس قوي انا لها مكافأة خاصة عندي لكم فعلا ده حقيقة كان بشجعنا قابل المطش الاهل والزمالك والجيش انه دور كان اقوى ثلاث فرق في مصر لا يرحمه لا يرحمه هو خلنا في اسموحة خل اسموحة في التتويق رحنا افريقيا خدنا ثالث افريقيا مع كابتن جبرا بعاطي كانت اول ماداليا افريقية لنا دي شموحها رحنا بطولة عربية شاركنا ما خدناش ماداليا بس بطولة عربية مشاركتها قوية ده في نفس السنة ده اول رحنا بطولة الدوري رابع ثالث كاس مصر اول ماداليا ناخدها في حياتي لنا دي شموحها كانت ثالث كاس مصر قابل الافريقية فأما حطنا رجلينا على التتويك خلاص نتجرأ روحنا بطولة عربية خدنا لعب ننهائي البطولة سيزن لبعض نهائي بطولة عربية في كتونس خليكوا صدقتوا أن أنتوا تقدروا تعملوا ده مش احتقار على فريق بعينه لا هو كان مدرب كبير في نادي الزمالك مدرب في نادي العين الإماراتي كان لعب كبير في نادي الزمالك بتاخد مصر فوجوده في نادي سموحها كان إضافة لنا كلنا إضافة لنا كلنا كالعيبة وكنادي سموحها بطولة مش ممكن تنساها يعني مش ممكن أن نساها خالص تاني الدور العام دي مش هنساها فيه تاني أفريقيا طب ليه قلت كم ليه تحديدا البطولة بطولة الدور العام بطولة قوية بطولة ما تداش نسن أن هي تبقى نزبط عليها نكتاها خد تاني أو تالت أو أول كاس مصر خروج من مغلوب من مرة آه هي فورة لكن الدوري آه طبعا مش وار طويل بقى مش وار طويل من بدايته وجمع نقاط ووفكد نقاط وبتلاعب فرق نظام الجديد اللي بتعامل نظام بلاي أوف بتلاعب فرق ممكن تلات أربع مرات طبعا بس ده إدى قوة للدوري طبعا أنا شايف النظام ده نظام كويس جدا إدى قوة للدوري وخلى فرق كتيرة تبتدي تزهر بلاعيبة كان الأول لا الأول كان نظام الدوري مكانش مش شكل ممكن تروح في يوم مش يومك دي أوف بتاع العيبة كلها تخسر المطش خلاص انت كده خسرت لكن البلاي أوف تلعب النهاردة مطش خسرت مكرا مطش خسرت فرص فيه فرصة فيه أكتر من فرق تقدر ممكن تكسب تاني تخش تاني لكن خسرت مطشينا وربعض يبا أنت ده وفترة كمان إنك تقابل الفرق القوية في الدوري ده بيعمل احتكاك عالي قبلها كذا مرة مش قبلتها مرة ولا اتنين في السيزن كله فده شيء محترم جدا ممكن تلعب الفرق أربع مرات في الدوري حاليا ممكن تلعبها أربع مرات ممكن لو وصلت قابل نهائي الله يرحمه كان مسألة أعلى في كل حاجة كان ملتزم جدا كان دايما يعني ورايا في كل حاجة إن أنا بقى ملتزم في حياتي إن أنا بقى ممشأة أي حاجة غلط إن أنا أركز في دراستي مع الرياضة كان فرحام بالرياضة بس لأ دراستي دازم ما تضيعش دراستك كان يقول لي التزامك في حياتك ده هو التربية اللي أنا عايزها اللي هو بيقدمي هانا ووالدي من الناس المعروفة جدا عندي في القرية فكنت لازل نسمع كلامه في كل حاجة إنه هو كان مسألة وقدوة في كل شيء بغيابه افتقدته طبعا طبعا أثر فيه وفي والدتي واخواتي خصوصا أخويا اللي كان مكيم معايا إنه كان بيتعامل معايا في صرف مستمجة والدتي لحد دلوقتي فعلا مفتقدة لإنه هو كان كان سند لنا كلنا شكرا